هذا وكان زعيم الطيار الصدرية صيد مقتدى الصدر قد طرح مبادرة تتضمن رؤية الطيار لمرحلة ما بعد استعادة محافظة نينوى وطالب الصدر في مبادرته بإنشاء صندوق دولي لدعم حملة الإعمار في جميع المناطق المتضررة بإشراف حكومي كما طالب أيضا بتشكيل خلية دولية مهمتها الإشراف على إزالة الانتهاكات والتعديات الطائفية والعرقية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والبرلمانية المختصة فيما اقترح الصدر تكليف الجيش والقوات الأمنية حصرا بمهمة مسك الأرض في المناطق المستعدة والمتنازع عليها